السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين في كل مكان أنا مار وزارة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع لابتدائي في مادة الدين الإسلامي هحل معكم أسئلة كتابة إسلاح التلميذ على الدرس الثاني من الجزء الخاص بالسير والشخصيات بناء الكعبة وقضية التحكيم قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرز على كلمة الكل علشان يوصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجزء إلا أنا هنزلها إن شاء الله طبع الفيديو للآخر واستفادوا من كل الأسئلة مش هيخرج منها الامتحال إن شاء الله وتعالوا نشوف مع بعض حل صفحي 39 بيقولي رتب الخطوات التي فعلتها القبائل لترميم الكعبة هقول أول حاجة اجتمعت القبائل لمناقشة المشكلة دي رقم واحد رقم اثنين قسموا العمل على كل القبائل رقم ثلاثة كل قبيلة تشاركت في العمل فيما بينها رقم أربعة رفع الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود إلى مكانه تعالوا بعد كده بيقولي أكمل الشكل التالي الحجر الأسود بيوجد في الركن الجنوب الشرقي يوجد في الركن الجنوب الشرقي احفظوا معي بقى هو حجر من الجنة هو حجر من الجنة له مكان عظيم منذ القدم هو نقطة بداية الطواف ومنتهى هو نقطة بداية الطواف ومنتهى وضعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيده الشريفتين في مكانه وضعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيره الشريفتين في مكانه تعال بعد كده شوفوا نشاط رقم جيم أجب عن الأسئلة الآتية هذا الأمين رضيناه هذا محمد من قائل هذه العبارة أبو أمية بن المغيرة أبو أمية بن المغيرة هذا الأمين رضيناه هذا محمد من قائل هذه العبارة هو أبو أمية بن المغيرة بعد كده ما صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي دفعت رؤساء القبائل للرضابة أن يكون حكما بينهم طبعا كان بيتصف صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة والحكمة والزكاء الصدق والأمانة والحكمة والزكاء لماذا أرادك كل قبيلة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة لما للحجر الأسود من مكانة عظيمة عرفتها قبائل كريش حتى قبل النزول الوحي لما للحجر مما كان عظيمة عرفتها قبائل كريش حتى قبل النزول الوحي اكتب حديثا نبويا شريفا عن مكانة الحجر الأسود هقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة ودي كانت صفحة 39 وتعالوا نشوف مع بعض صفحة 40 أو بيقولي في صفحة أربعين أكمل الشكل مستعنا بالكلمات الآتية من خلال فهمة للدرس أول حاجة بيقولي قضية التحكيم في أثناء ترميم الكعبة المشكلة طبعا كانت نزاع بين القبائل على من يرفع الحجر الأسود فيما كان السبب طبعا كان كل قبيلة بتسعى لليل شرف وضع الحجر الحل طبعا الاتفاق على تحكيم أول من يدخل عليهم رقم اثنين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم برداء ووضع الحجر في وسطه وكل رئيس قبيلة يمسك بطرفين دي كانت اسمه قضية التحكيم في أثناء ترميم الكعبة وطبعا أنا واحدة كلام اللي مستعين بي اللي هو جايبه لي فوق ده وامكمل بي الكلمات النقصة عندي في كل مربع بعد كده بيقولي اكتب رقم كل حدث من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمام ما يناسبه من العبارات الآتية وجاب لي أول حاجة بيقولي رقم واحد اللي العمل بالرأي طبعا العمل بالرأي هو جايب لكل واحد تحته بيقولي عمل بنفس العمل الذي عمل به كل الأنبياء واكتسب منه صفات مهمة لأي نبي مثل الصبر والرحمة والقيادة طبعا العمل رقم ثلاثة طبعا العمل بالرأي بعد كده بيقولي بمجرد أن حملته حلت البرقة عليها وعلى من حولها طبعا دي حريمة السعادية بمجرد ما أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم معها رقم ثلاثة بيقولي إيه من حكمته في حل المشكلة بين القبائل وحق دماؤهم طبعا ده كان رقم اثنين في أثناء ترميم الكعبة وقضية التحكيم ده طبعا دي كان اسمها من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليكوا عارفين دي اسمها دلائل النبوة على سيدنا محمد أول حاجة ومجرد أن حملته السيدة حليمة السعادية حلت البرقة عليها وعلى من حولها دي رقم واحد رقم اثنين حكمته في حل المشكلة بين القبائل وحق دماؤهم مشكلة قضية التحكيم في أثناء ترميم الكعبة رقم ثلاثة عمل بنفس العمل الذي عمل به كل الأنبياء واكتسب منه صفات مهمة لأي نبي مثل الصبر والرحمة والقيادة تعالوا بعد كده بيقولي اختر اختبار على كل درس عنه في صفحة 41 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين تصدعت الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إصر سالة شديد اختلف الكريش عند وضع الحجر الأسود في مكانه اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لقب الأمين الذي أنهى الخلاف بين القبائل الكريش كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الخلاف بين القبائل يصل إلى الحرب تعالوا بعد كده بيقولي ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكاناته عند قوميه قبل النزول الوحي عليه طبعا الإجابة صحيحة كانت الكريش تلجأ إلى سيدنا محمد في المواقف التي تتطلب الحكمة الإجابة الصحيحة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين عمري ووقت قضية التحكيم طبعا الإجابة خطأة كان وقت قضية التحكيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35 عام لم يشارك سيدنا محمد في ترميم الكعبة بعد تصدعها طبعا الإجابة خطأة قسمت القبائل العمل بينها لتنال شرف إعارة بناء الكعبة طبعا الإجابة صحيحة الذي أنهى الخلاف بين القبائل هو أبو بكر الصديق الإجابة خطأة طبعا كان الرسول عليه الصلاة والسلام صل كل جملة بالصفة المعبرة عنها من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس في قريش يحتفظون بأمولهم عنده طبعا الأمانة رفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بيديه الشريفتين الشرف وعليه المكانة رقم ثلاثة كان مشهورا بين الناس في قريش أنه لا يجذب أبدا طبعا الصدقة رقم أربعة فضى النزاع بين القبائل على رفع الحجر الأسود ما كانوا طبعا دي الحكمة وده كان شرحه دي كان حل أسئلة صفحة 41 وصفحة 49 من كتاب سلاح التنميز انتظروا معي المراجعة الشاملة على المادة كلها وجزء الخاص باختبار شهر أكتوبر دعوتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم نسمر وزهراء